معركة الحديدة مسألة وقت فقط حقيقة يؤكدها الغموض بشأن النتائج التي توصل إليها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث في إطار مشاوراته مع الأطراف المعنية وساط رفض مبكر من جانب الحكومة لما وصف بأنه محاولة لإحياء مبادرة كيري المدفونة انتهت المهلة الزمنية الممنوحة للمبعوث الأممي لمن عند لاع معركة الحديدة تأسيسا على مطالب واضحة من التحالف بانسحاب غير مشروط لميليشيا الحوثي من المدينة ومينائها قبل شروع الأمم المتحدة بمهمتها في إدارة الميناء وفي حين لم تصدر تصريحات واضحة من جريفث بهذا الخصوص خرج المتحدث باسم الأمين العام لأمم الممتحدة ستيفان دوغاريك بتصريحات نفى فيها توصل أطراف الصراع في اليمن إلى اتفاق يقضي بوقف المعارك في محافظة الحديدة ونقل عن دوغاريك قوله ردا على أسئلة صحفيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك إنه أبلغ من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن القتال والقصف تراجع لكن الضربات الجوية متواصلة لا سيما في المناطق الجنوبية من المحافظة ويرى المراقبون أن جريفث يستثمر على ما يبدو مخاوف المجتمع الدولي بشأن الحديدة في إعادة طرح مبادرة سياسية شاملة للحل لا تختلف كثيرا عن تلك التي سبق وأن أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق من أبوظبي في نوفمبر من العام 2016 الوزير اليماني حذر في هذا السياق من إعادة إحياء مبادرة كيري التي وصفها بالمدفونة وشدد على أنه لا ترتيبات سياسية مطلقا قبل الأمنية وعلى أن موقف حكومته والتحالف لا يمكن أن يقبل ببند واحد من مبادرة جريفث بشأن الحديدة فالحكومة بحسب وزير الخارجية تتحدث عن مبادرة كحزمة واحدة تنطلق في الأساس من خروج ميليشيا الحوثي من الحديدة ميناء ومدينة وهذا هو الحد الأدنى والمبدأ الذي يقوم عليه قرار مجلس الأمن 2016 الذي يشترط الانسحاب وتسليم الأسلحة كمدخل للسلام المستدام في اليمن يفاخر جريفث بانتزاع موافقة ميليشيا الحوثي بتسليم ميناء الحديدة إلى إدارة دولية وهو تطور ما كان ليحدث لولا الضغط العسكري الهائل الذي دفع بالميليشيا إلى القبول بما سبق وأن رفضته بشدة حينما كانت الحديدة في منأة عن معركة تحيط بها اليوم من كل الجهاد